السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد طبعا كما نعلم أن الشركة شاومي هي من أكثر الشركات تنزيلة للأجهزة بألف مدوسطة تقريبا كل شهر تقوم بتنزيل ملايقل عن 3 إلى 4 أجهزة فهنا طبعا المستخدم يجد أمامها كمية أجهزة جدا كبيرة بأسوق ولا يعلم نوع الجهاز الذي سوف يقدم لها قيمة أفضل مقابل أسار إذلك بعد الفيديو سوف أشارك معكم أفضل جهاز ممكن أن تقوم بشرائه من شاومي بكل فئة سارية فإذا كنت مهتم مهم جدا أن تكمل الفيديو الآخرة لكن قبل أن نبدأ كالعادة لا تنسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشعار على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وطبعا اللايك مهم جدا إذا أعجبك الفيديو ونبدأ مع أول جهاز معنا وهو طبعا الغني عن التعريف الشاومي ريدمي 10 من أفضل الأجهزة الموجودة بهذا السير لذلك طبعا الجهاز يأتي بجودة صناع بيئة كاملة من البلاستيك وذلك أيضا نافذة الكاميرات وتتحمل أربع كاميرات ذلك كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل وذلك أيضا كاميرا الزاوية عارضة وكاميرتين أخيرتين 2 ميجابيكسل والجهاز أيضا يحمل شاشة IPS 6.5 إنش Full HD Plus وتدعم أيضا معدل التحديث AT20 Hertz وذلك أيضا سماعات استيريو موجودة بالجهاز سوف تعطيك تجربة محترمة جدا وننسى أيضا الأداء لديك هنا معالج من ماداتك الهاليو جي 88 معالج جدا محترم بالنسبة للسعر وسوف يعطيك أداء ممتاز سواء بيعتنقل بين التطبيقات أو حتى بالألعاب كما تشاهدون بلعبة PUBG مثلا سوف يعطيك سمود وأولترا سوف يعطيك 40 فريم أو 40 إطار فئة ثانية وقصة إداداتي استطيع أن يصل إلى الجهاز وطبعا HD وكذلك وننسى أيضا البطارية وتتأتي بسعار 5000 أمبير مع سرعة شهر تصل إلى غاية 18 واط فكل هذه الموصفات طبعا نسخة 64 من الجهاز هذه النسخة ينصحكم بها فهي تأتي بسعر 185 دولار إذا كنت تستطيع أن تقوم بزيادة قليلا بأسعر فنصحك بالداب إلى الشاومي الردمي نوس 11 سرعة من أفضل الأجهزة الموجودة بهذا السعر لديك أيضا يعني جودة صناع بيئة الكامل من أبلسك لكن هنا بدل الشاشة IPS التي كانت بالردمي 10 هنا سوف تأخذ شاشة أموليد محترم جدا شاشة 6.43 إنش فول إشي بلس وتدعم أيضا معدل التحديث التسون هيرت وكذلك الجهاز يحمل سماعات استيريو لكن هنا لديك معالج من شركة كوالكوم وهو السناب دراجون 680 سوف يعطيك أداء ممتاز بأتنقل بين التطبيقات كل هذه الأشياء مع الشاشة التسون هيرت لكن هذا الجهاز غير مخصص بالألعاب لأنه يعطيك أداء ممتاز بالألعاب يعني إذا كنت متم بالألعاب فانصعوك بالداب إلى الردمي 10 سوف يعطيك عدد إطارات أفضل وكذلك عددات أفضل مثلا بلعبة بوب جي فهنا طبعا هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام اليومي لكن سوف يعطيك أيضا بطارية 5000 من أمبار مع صورات شعن 33 واط من الخلف لديك أربع كاميرات كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل وكاميرا زاوية عريضة 8 ميجابيكسل ولديك كاميرتين أخيرتين 2 ميجابيكسل الكاميرا أمامي وناتر 16 ميجابيكسل وقادرة على تصوير فيديو Full HD 30 إطار فهنا سير الجهاز نسخة الـ 64 هو 2510 دولار طبعا على حسب البلد ونسخة الـ 428 بسعر 23 دولار ولديك أهلا نسخة وتسرعة لأنصحك بها نسخة الـ 628 لأنه إذا كان لديك هذا السعر من الأفضل أن تقوم بسيادة قليلا وتقوم بالداب إلى الـ Redmi Note 11S أيضا سوف يعطيك نفس أطميم وكذلك نفس جودة أطنيع ورد تأتي طبعا من البلاستيك لديك أيضا نفس الشاشة الأموليد 6.340 إنش Full HD Plus وكذلك 90 هرد لكن لديك هنا معالج أفضل وهو من MediaTek Helio G96 معالج 12 نانومتر وتردد 2 جيجا هرد سوف يعطيك أداء ممتاز مع الشاشة 90 هرد وكذلك مع واجهات الـ MIUI 13 الموجودة بالجهاز سوف يعطيك أيضا أداء أفضل بالألعاب سوف يعطيك 40 فريم مثلا بلعبة PUBG Smooth وكذلك ألترا وعطيك أيضا نفس البطارية 5000 أمبير وصورات الشهن 33 واط سوف تشحن الجهاز تقريبا في ساعة وعشر دقائق من الخلف كما تشاهدون لدينا أربع كاميرات كاميرا أساسية 108 ميجابيكسل لديك هنا كاميرات أفضل عن الـ Redmi Note 11 كاميرا زاوية عريضة 8 ميجابيكسل وكاميرتين أخيرتين 2 ميجابيكسل الكاميرا أمامي هنا تأتي بذيقة 16 ميجابيكسل وقدر على طور فيديو Full HD 30 إطار فهنا الجهاز يأتي أيضا بـ 3 نسخ مثل الـ Redmi Note 11 نسخة الـ 664-250 دولار 628-270 دولار ولديك أيضا أهلا نسخة 828-290 دولار أما إذا كنت شخص همو الوحيد وهو طبعا الألعاب كنت شخص تلعب بشكل كبير على الجهاز الخاص بك فهنا طبعا تجد خيار أفضل من الـ Poco X3 Pro فعاليا هذا الجهاز سوف يعطيك أقوى أداء موجود بذلك السعر ملك الألعاب حرفيا ذيك طبعا جودة تصنيع بيئة كامل من عبر سك لكن ما يميز الجهاز وطبعا الأداء والبروسيسور ذيك معالج السناب دراجون 860 أقوى معالج موجود بذلك السعر معالج بديقة صنيع ممتازة 7 نانومتر وصفه يعطيك 6 فريم تقريبا بكل الألعاب بدون أي مشاكل وكل هذا سوف تشاهده على شاشة 120 هردز شاشة 6.67 إنش Full HD Plus لكنها فقط IPS لكنها مازالت سوف تقدم لك تجربة محترمة جدا بنسبة للسعر وننسى أيضا البطارية والتي تأتي بسعة 5160 ميلا أمبير بطاري سوف تعطيك أداء جدا ممتاز ورديك صورات شان 33 واط من الخلف رديك أربع كاميرات كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل كاميرا زوية عرضة 8 ميجا بيكسل وكاميرتين آخرتين 2 ميجا بيكسل وتصور الفيديو يصل إلى غاية 4K لديك كاميرا أمامية 120 ميجا بيكسل فكل هذه المواصفات لديك نسخة 628 تأتي بسعر 260 دولار ولديك نسخة 8256 بسعر 297 دولار سعر جدا ممتاز بالنسبة للإمكانيات هنا سوف نقوم بالرفع بالسعر قليلا وسوف نجد لدينا جهاز قليل جدا ما نتكلم عليه هنا أتحدث عن الشيومي 11 Lite 5G NE سعر جملة ليس اسم لكن الاسم الخاص بالجهاز فيضل لكم بالشاشة هذا يعتبر من أنحف وكذلك أخف الأجهزة من شركة شاومي ولديك أيضا جوزة صناع محترمة لديك دار من الزجاج وكذلك إطار من البلاسيك ولنسى أيضا الشاشة والتي تأتي بحجم 6.55 إنش FHD Plus AMOLED وكذلك 90 هرد ولنسى أيضا المعالج والذي يأتي من Qualcomm Snapdragon 778 والجهاز أيضا يأتي بثلاثة نسخ 628828 أو 8256 بطارية الجهاز 4250 ميل عمبير ولديك صرات شهن 33 واط ولديك أيضا الجهاز يحمل كاميرا أمامي 120 ميجا بيكسل وقدر على تصور فيديو FHD 30 إطار الكاميرات الخلفية لديك طبعا ثلاثة كاميرات كاميرا أساسية 64 ميجا بيكسل وسوف تقدم لك سرعة جودة جدا محترمة وقدر على تصور فيديو إلى غاية الفور كي ولديك أيضا كاميرا زاوية عريضة وكاميرا ثالثة للمكرو سير الجهاز نسخة 628 هذه طبعا هي النسخة أنصحكم بها سيرها 325 دولار إذا كنت تستطيع أن تقوم بزيادة قليلا بالسير فهنا طبعا أنصحكم بداية مع البوكو F3 أقوى جهاز موجود بداية السعر فعليا سوف يقدم لك مواصفات جدا متكاملة لديك دار من الزجاج وإطار من البلاسك ورديك أيضا شاشة أموليد 120 هرت وكذلك تدعم LHDR طبعا الشاشة هنا تأتي بحجم 6.67 إنش ورديك طبعا سمعات استيريو سوف تكمل تشريبات المشاهدة ونسأ أيضا أقوى نقطة تميز طبعا البوكو F3 وهي طبعا المعالج لديك أقوى معالج موجود بداية السعر سناب دراجون 78 فإذا كنت متنبيل ألعاب سرطان أنصحك بهذا الجهاز ورديك أيضا الجهاز يأتي بنسختين 628 أو 8256 ورديك أيضا ثلاث كاميرات من الخلف كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل وقدر أعطو الفيديو إلى غاية الفوركي ولديك كاميرا زوية ريضة وكاميرا تاري تالية على ماكرو البطارية هنا 4520 ميلا أمبير مع سرطة الشعن المعتادة 33 واط لديك طبعا نسخة 128 بسعر 325 دولار ونسخة 256 بسعر 425 دولار سرطان جهاز جدا ممتاز ونختمها آخر هاتف معنا بالفيديو الشاومي 11T وردي سوف يعطيك سرطان مواصفات متكاملة جدا بنسبة لأسير ومن أفضل الأجهزة السفوتي جدا من شركة شاومي لديك طبعا جودة تصنع لديك هنا ضرر من الزجاج ومحمية بيئة الكوريلا كلاس فيكتوس ورديك أيضا شاشة أموليد 6.67 إنش 120 هيرت وكذلك تدعم الHDR فصلاة هنا تشربت الشاشة جدا محترمة كما تشاهدون حواف الشاشة جدا صغيرة ولديك أيضا سماعة استيريو سوف تكمن تشربت المشاهدة ونسى أيضا الأداء والبروستو لديك هنا معالج جدا قوي الضيم سيتي 1200 من شركة ميداتيك سوف يعطيك تقريبا نفس أداء السناب دراجون 870 الذي رأينا على البوكو F3 فهنا صلاة أداء الجهاز كان جدا قوي أيضا المشاكل الموجودة بالصفتوير سرعة لم أواجه أي مشاكل بالصفتوير من خلال تشربت للجهاز كان أداءه جدا قوي أيضا ما يميز زاد المعالج أنه يدعم التسعون فريم بلعبة بوب جي وذو يعتبر من الهواتف القليلة من شركة شاومي التي تدعم التسعون فريم فإذا كنت مهتم وكنت تريد التسعون فريم أنصعوك بشدة بالشاومي 11T ورديك أيضا بطارية قوية 5000 ملا أمبير مع سرعة شهن 67 واط وطبعا الشهن كالعادة موجود بالعلبة من الخلف لديك أربع كاميرات كاميرا أساسية 108 ميجا بيكسل وقدر على طور فيديو 4K ورديك أيضا كاميرا زوية عرضة 8 ميجا بيكسل وكاميرا أخيرة للمكرو يعني 5 ميجا بيكسل فهنا صارت عن إمكانيات الجهاز جدا محترمة نتقل الآن إلى السعر في الجهاز هنا يأتي بنسختين لديك نسخة 828 بسعر 465 دولار ورديك نسخة 256 بسعر 485 دولار فعممان هذه كانت كل الأجهزة أتمانا بهذا الفيديو كانت هذه أفضل الأجهزة التي ممكن أن تقوم بشرائها من شاومي بأول سنة 2022 طبعا كالعادة قلوا لي كل أراد مفكركم بأتعليقات وإذا كانت لديك إي أسئلة أيضا أكتب لي بأتعليقات وكالعادة لا تنسى متابات حسب على إنستغرام سوف تجدوا رابطه بالوصف أو متابات بأول تعليق وإضاء لا تنسى الاشتراك بالقناة وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشعار على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وطبعا اللايك مهم جدا ليصل إلى كبردد من الناس وراكم في فيديو قادم السلام